السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعو من كنات أسهل وأسرع الوصفات النهاردة هنعمل مع بعض حليب جوز الهند بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة طبعا كلنا عارفين فوائد حليب جوز الهند للشعر والبشرة وللجسم عامة طريقة سهلة للحليب هو هنجيب صمر جوز الهند هنكسرها وهنستخرج الصمرة منها بعد كده تقدر تنقعيها في مياه مغلية مدة ساعتين ثلاثة انا حطتها في المياه وحطتها على البتجاز لدرجة الغليان بعد كده سبتها تبرد شوية وبعد ما بردت شوية زي ما انتو شايفين كده حطتها في الخلاط وضربتها وبعد كده هتجيبي شاشة تكون عندك علشان نصفي بها الحليب وهنصفي بالشاشة دي الحليب وخلاص كده كده الحليب بيكون جهز معاكي وبتقدر كمان تستخرجي الزيت الزيت ازاي هتستخرجي هتحطي الحليب في التلاجة مدة ثلاثة اربع ساعات هتلاقي الحليب الوش بتاع الحليب بتقل معاكي من فوق بتاخده بالمعلقة في حاجة على النار وبتصفيه بيطلع معاكي الزيت زي ما انتو هتشوفو كده في اخر الفيديو وبرضو طريقة تانية سهلة بانك انتي ممكن تجيبي نص كيلو جوز الهند مبشور الجاهز بتنقعيه في مياه سخنة ثلاثة اربع ساعات وبعد كده بتضربه في الخلاط وبيطلع معاكي حليب جوز الهند بكل سهولة ده الحليب كوباية الحليب لو عايزا يكون اتقل من كده تقدر يتقلل المياه بتاعته شوية وده جوز الهند تاني حطيته تاني في الخلاط وضربته كمان مرة تانية عشان استخرج منه جوز الهند تاني زي ما انتو شايفينه كده هنصفيه برضو بالشاشة تكون عندك شاشة نظيفة ومعقمة هنصفي الحليب بيها وبكده عندك الحليب جاهز وتقدر تستخدميه شايفين الزيوت والدهون الموجودة هو ده هو ده الزيوت بتاعت جوز الهند اللي تقدر تستخدميه للبشرة والشعر وهحطه في كيز في التلاجع علشان هيعمل الدهون على الوش بتاعته تقدر تاخديها وتسياحيها شوية كده على النار وهو ده الزيت اللي تقدر تستخدميه لو اول مرة تشوفي القناة اشتركه وفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد اشتركه وفعل الجرس اشتركه وفعل الجرس اشتركه وفعل الجرس اشتركه وفعل الجرس